السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكو عزيزة الله بالصف الاول الثانوي في درس جديد وحلقة جديدة من دروس مادة الاحياء. خلصنا المنهج بقالنا فترة وبنراجع. والنهاردة هنكمل مع بعض المراجعة ان شاء الله. زي ما اتفقنا قبل كده لو في اي اسئلة بالنسبة لكم مش واضحة تقدروا تكتبوها لنا في الشات وانا ومسوها معاكم نجاوب على كل الاسئلة اللي وقفها معاكم. طيب خليها نبتدي. السورة الاول بيقول لي المجهر المستخدم في التقاط الصورة اللي قدامي دي. الصورة دي لتركيب شبكية العين. تمام? فهل الصورة دي احصل عليها باستخدام مايكروسكوب ضوئي ولا الكتروني ماسح ولا الكتروني نافذ? تمام? الصورة فعلا بالمواصفات دي بالشكل اللي قدامي. يبقى انا بتكلم فيه مايكروسكوب الكتروني ممتاز انهي نوع فيهم. جميل. الكتروني المسح. طيب السؤال التاني بيقول لي الربطة المتكونة في المخطط الموضح هي. طبعا احنا في المراجعة عامة فهنلاقي الاسئلة متنوعة على المنهج ككل وزي ما اتفقنا قبل كده ان احنا دورنا في المراجعة ان احنا نربط المحتوى كله ببعضه. دورنا اللي هو انتم مش احنا. طيب المخطط اللي قدامي ابص على البيانات اللي موجودة ابص على الاسهم. فبيقول لي معي احماض امينية. السهم بيتحرك نحية تكوين ببتايد. بعد كده اتكون عندي البروتين. طيب السؤال هنا عن نوع الربطة. هل هي هيدروجينية ولا جلايكوسيدية ولا بيبتيدية. في حدود المعلومة اللي عندك. ايه الربطة اللي تكونت هنا. تمام? مدان بتكلم في احماض امينية وبروتينيب انا بتكلم في ربطة ببتيدية. ممتازة. سؤال التالت. عد علينا الرسمة دي كتير. الجزيء الموضح امامك. في الجزيء عندي واحد واثنين وتلاتة واربعة. طيب. اميز الشكل اللي قدامي عشان اعرف اجواب عليه. هو بيقول لي الجزيء الموضح امامك اي من الارقام هيمثل لمجموعة الوظيفية. طيب. هو اللي قدامي ده اصلا تركيب ايه? تمام? ده حمض اميني. عندي مجموعة الكربوكسيل. ادي الحمض. ودي الامين كربونة اللي في المركز. وبيطلع منها الاربع روابط. مجموعة الار والهايدروجين والكربوكسيل ومجموعة الامين. طيب. مين بقى في الاربع دول? اقدر اقول عليه المجموعات الوظيفية. هل واحد واثنين? ولا اتنين وتلاتة? ولا تلاتة واربعة? جميل. يبقى بما اني باتكلم عن الحمض الاميني. فانا عارف ان المجموعات الوظيفية هنا هتبقى واحد واثنين او الكربوكسيل ومجموعة الامين. طيب مين اللي بيغير في شكل الحمض الاميني اللي قدامي? طبعا اللي هي السلسلة الجانبية اللي هي مجموعة ار. تمام? طيب حلوة. السؤال اللي بعده. مرة علينا برضو السؤال ده قبل كده كتير. بيقول لي تتابع اول ما قولك 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 تتابع ا ايه والدين ايه والر ايه كان اسمهم ايه تمام احماض نووي حلوة قوي طيب اللي هي المونمر بتاعه اتفقنا ان اللي ايه كان بيتميز بيه اللي كلتي ده كانت عبارة عن السكر الخماسي ممتاز لو تفتكروا قولنا هنا كان فيه وطالع هنا طالع منها مجموعة صح كده طيب وهنا كان بيبقى طالع ايه القاعدة النيتروجينية القاعدة الايه النيتروجينية حلوة قوي وقلنا ان الدين ايه بيتميز ان السكر الخماسي كان سكر منقوص الاكسوجين لما قلنا دي اكسي يعني منزوع منه اكسوجينة تمام حلوة جدا طيب لما اجي بقى اتكلم على القواعد النيتروجينية ما هو لما بيكلمني عن تتابع النيكلتدات ال سي والتي والاي والجي اللي قدامي دول دول القواعد النيتروجينية صح جميل طيب القواعد النيتروجينية اللي في ال-DNA هي مين؟ تمام عندي ال-A الأدنين ال-T ثايمين ال-C سايتوزين وال-G الجوانين طيب لو أنا بتكلم في RNA إيه اللي هيختلف؟ حلو أولا سكر الريبوز هنا مش منقوص الأكسوجين زي في ال-DNA ولا إن القواعد النيتروجينية عندي برضو الأدنين زي ما هو والسايتوزين والجوانين لكن اللي هيختلف إن بدل ما أنا عندي فيه ثايمين هيبقى فيه عندي اليروسيل تمام؟ حلو أولا بناء على كده ولما يديني تتابع نوكلتدات أقدر أحكم عليه إذا كان DNA أو RNA صح؟ آه بس بشرط هنا باين عندي الثايمين وبالتالي أقدر أحكم إن التتابع ده تتابع إيه؟ DNA طب لو ما لقيتش لا ثايمين ولا يروسيل هقدر أحكم؟ لأ إحنا عد علينا السؤال ده طبعا قبل كده وقلنا في حال إن أنا ما عنديش الحتة المميزة اللي هي الثايمين واليروسيل اللي هو الـ T والـ U ساعتها يبقى صعبة علي إن أنا أحدد التتابع ده بيمثل أني فيهم تمام؟ لأن زي ما قلنا الثايمين مميز للـ DNA واليروسيل مميز للـ RNA طيب السؤال اللي بعده برضو السؤال شفناه وعدينا عليه قبل كده التسلسل الموضح اللي قدامي دي خطوات أنا عندي ألف وB بعدين الخطوات ابتدت تمشي في الاتجاه ده لحد ما وصلنا عند جيم فبيقولني مين فيهم ما بين ألف وباء وجيم بيمثل الإنزيم طيب اتفقنا إن خواص الإنزيم أو من خواص الإنزيم إن هو لما بيدخل في تفاعل لا بيتغير في كميته ولا في خواصه الإنزيم لا يتغير في كميته ولا في خواصه وبالتالي لما جا دور هنا على الإنزيم بدور على مين فيهم اللي فضل على نفس هيئته من الأول للآخر فهل هو ألف ولا باء ولا جيمي طبعا واضحة قدامنا إن هي ألف ممتاز بيقولي الصورة المخزنة للكربوهايدريت الصورة المخزنة للكربوهايدريت في العضو اللي قدين طيب نرجع كده بالذاكرة ده ما اتكلمنا على الكربوهايدريت وقسمناها إلى اللي هي السكريات الأحدية البسيطة واتكلمنا عن السكريات المعقدة طيب في المعقدة اتكلمنا عن إن فيهم خدنا ثلاث أمثلة لو تفتكر واحد كان تركيبي اللي بيدخل في تكوين جدر خلايا النبات اللي هو السليلوز واتنين قلنا عليههم أنهم صورة مخزنة للكربوهيدرات طيب كان مين ومين هو هنا بيقول لي جلوكوز ولا نيشا ولا جلايكوجين طيب أكيد الصورة المخزنة هتبقى النية أو الجلايكوجين طيب العضو اللي قدامي ده إيه ده الكبد صح كده الليبقى أنا بتكلم في إيه في خلية حيوانية طيب الصورة المخزنة للكربوهيدرات مش جلوكوز نيشا ولا جلايكوز في الخلية الحيوانية ممتاز جدا احنا قلنا ان الصورة المخزنة للكربوهيدرات في الانسان والحيوان هتكون موجودة في الكبد والعضلات اللي هي الجلايكوجين حلو جدا طيب السؤال اللي بعده النشا طبعا يبقى انا بتكلم في خلية نباتية هنا بيقول لي التركيب الموضح امامك يمثل مونمر لجزيء ايه الشكل اللي قدامي ده هو ده ايه ده يعتبر ايه ممتاز ده حمض ده حمض دهني لما لقيت زجزاج اللي قدامي اللي هي سلسلة الهايدروكاربون دي يبقى انا بتكلم في حمض دهني طب مدام بتكلم في حمض دهني فاكرين التركيب ده كان بيخش في ايه تكوين كربوهيدرات ولا بروتين ولا لبد ولا حمض نووي ها بتكلم في احماض دهنية يبقى اكيد انا بتكلم عن مين عن تكوين الليبيدات عن تكوين الليبيدات طبعاً الثلاث سلاسل من الأحماض الدهنية مع الجليسرول هيكون لي الليبيدات طيب بالنسبة للمونمر ده المونمر اللي قدامي معزرة المونمر الصحيح اللي هيكون الجزء اللي قدامي ده مش مونمر اللي قدامي ده يعتبر جزء من البوليمر أنا عندي الثلاث مش هقولها ها؟ ثلاثة إيه؟ أحماض نووية؟ ولا تلاتة نيوكلتيد؟ ولا أحماض أمينية؟ ولا سكريات أحدية؟ هل الشكل اللي قدامك ده؟ المونمر بتاعه إيه؟ هل الأحماض النووية؟ ولا نيوكلتيدات؟ ولا أحماض أمينية؟ ولا سكريات أحدية؟ ممتاز يبقى أنا اللي قدامي ده جزء من ها دين إيه ولا أر إن إيه؟ أنا قدامي هو موضح له مش هو مشاور كده اللي فيه هنا الجوانين ودي الأدهين ودي الصيمين ممتاز يبقى أنا اللي قدامي ده جزء من ال-DNA يبقى المونمر بتاعه أكيد بتكلم على النيوكلتي ده تمام؟ طيب تعالوا اللي بعده طب لنفس الجزء ده احنا قلناها بقى ده أحماض نووية ولا أحماض دهنية ولا أحماض أمينية ده جزء من ايه؟ امتاز يبقى ده جزء من الأحماض النووية وقلنا بالأخص مين؟ جميل جدا بما أن عندي ال-T موجودة يبقى أنا أكيد بتكلم عن ال-DNA ممتاز طيب السؤال اللي بعده طيب الشكل الموضح يمثل التركيب الجزئي لا؟ هل ده عديد بيبطايد ولا حمض دوني ولا لبد ولا حمض أميني؟ الشكل الموضح ده التركيب الجزئي لا؟ لا عديد بيبطايد ولا حمض دوني ولا لبد ولا حمض أميني؟ جميل طيب إيه اللي قدامي ده؟ ينفع قول حمض دوني؟ لا ليه؟ علشان كل سلسلة من دول أدي واحد أدي اتنين أدي تلاتة كل سلسلة من دول حمض دوني لوحدها لكن الشكل كده كله على بعض بي أنا بتكلم في إيه؟ ممتاز بتكلم في لبد طيب أهل السؤال اللي بعده؟ أي الجزئيات التالية تعد سببا لعدم اختراق وتراط الماء للريشة؟ طبعا إحنا خدنا الجزء ده فين؟ في أنهيدرس لما كنا بنتكلم إن فيه بعض الطيور اللي هي زي النورس اللي بتنزل المية وتصطاد وكلام ده كله طيب لو المية دخلت لجسمها طبعا الطاقة دهت إذي وممكن يغرق ويموت فإيه اللي كان موجود على الريش؟ تمام طبقة زيتية لما كنا بنتكلم في التطبيقات بتاعت الزيوت والدهون والشموع طيب مين بقى في الجزئيات المتوضحة قدامك دي واحد ولا اتنين ولا تلاتة واربعة هتبقى جزء من السبب بتاع عدم اختراق قطعات الماء للريشة اللي هو من الآخر جزء من تكوين الزيوت هل واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ممتاز جدا يبقى اكيد رقم اربعة احنا لسه إليه علامة شوية ان دي تعتبر احماض دهنية اللي هي دخلة في تكوين اللي بي دات واللي من ضمنها اللي بي دات البسيطة الزيوت تمام جدا تعال اللي بعده بيقولي الصورة التالية تمثل بعض الانسجة الحيوانية ادرس ثم اجب طيب احنا درسنا اربعة في الانسجة الحيوانية درسنا اربعة السيين فعندي هنا نسيج هو ده النسيج انهي جميل جدا ده النسيج العضلي ممتاز طيب كان عندنا عضلات الملساء وعندي العضلات الهيكلية ورقم تلاتة كانت مميزة جدا الاقراص البنية كنا نتكلم على العضلات القلبية الموجودة في القلب فقط طيب السؤال بيقول مين في واحد ولا اتنين ولا تلاتة اللي هيكون فيها تركيب ليها دور هام في انتظام ضربات القلب هل واحد ولا اتنين ولا تلاتة جميل جدا تمام يبقى اكيد رقم تلاتة تمام طيب السؤال اللي بعده طب مين فيهم واحد ولا اتنين ولا تلاتة اللي هتبقى موجودة في جدار كيس عضلي بيتجمع في البول مين الكيس العضلي بيتجمع في البول المثانة البولية تمام عضلات لايرادية يبقى انا بتكلم عن مين ها واحد ولا اتنين ولا تلاتة خلاص احنا رقم تلاتة هنستبعدها اللي احنا اتفقنا ان تلاتة دي في القلب فقط يبقى انا بفكر في واحد واثنين يبقى واحد ولا اتنين جميل اكيد رقم واحد طيب السؤال اللي بعده اللي توجد في الاطراف هم توجد في الاطراف انا محددتش انها مسؤولة عن الحركة او تحريج الزراعين او القدم وكده يبقى انا بتكلم في ايه ها لو انا بتكلم مثلا على ايه دي انا عندي فيه عضلات ملساء اللي هي موجودة في الاوعية الدموية وعندنا العضلات الهيكلية اللي هي مرتبطة بالهيكل العظمي واللي هتولد طاقة الحركة طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اي الاشكال البيانية التالية تمثل العلاقة بين مساحة سطح الاعراف اللي هي اكس ممثلة على اكس وعدد جزيئات الطاقة الناتجة في واي الاشكال البيانية اللي قدامي بتمثل العلاقة بين مساحة سطح الاعراف هي الاعراف دي اللي هي كات ايه الاعراف كان السطح الداخلي للميتوكندرية تمام طيب العلاقة ما بين الاعراف وحنا قلنا قبل كده لو لو تفتكروا الرسمة بتاعتها الميتوكندرية كنا بنرسم الاعراف كده قلنا طيب هو الشكل ده كان الهدف منه ايه تمام كان الهدف منه زيادة مساحة السطح وقلنا زيادة مساحة السطح حسب انا بتكلم عن ايه فلو انا مثلا بتكلم في حاجة زي ميتوكندرية بقى زيادة مساحة سطح التفاعل اللي بينتج عنه الطاقة لو بتكلم في حاجة مثلا زي الامعاء قلنا زيادة مساحة سطح اللي بيحصل فيه الامتصاص طيب العلاقة هنا مدام انا بقول ان مساحة السطح كل ما بتزيد بيزيد معدل التفاعل يبقى بالتالي كمية الطاقة النتجة ايه بتزيد صح كده طيب مدام ده بيزيد وده بيزيد يبقى دي علاقة ايه تمام علاقة طردية طيب علاقة طردية يمثلها الف ولا باء ولا جيم طيب تعالوا نفهم كده كل جراف من دول الف لو حطينا مثلا كده زي ارقام واحة 2 3 4 5 واحة 2 3 4 5 هتلاقي ان الرقم عمال بي ايه بيزيد هنا وهنا وبقى ده علاقة طردية طب هنا هتلاقي الرقم هنا كبير مع صغير كبير مع صغير ده عمال يكبر وده عمال بيئل هي بقى ده علاقة عكسية طيب هنا بقى العلاقة دي بتمثل ثبات ثبات مين إن إكس عمالة بتتغير إكس عمالة بتتغير ولكن قيمة واي سبتة يعني مهما زادت يعني هنا جيم دي معناها إن مهما زادت مساحة سطح الأعراف هيفضل عدد جزائيات الطاقة النتجة ما بيتغيرش يبقى أنا هنا عندي العلاقة طردية يبقى بالتأكيد هختار شكل إيه ألف طيب نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي أي مما يلي يمثل المركب الموضح الشكل اللي قدامي ده أنا مركب هل هو حمض أميني ولا سكر أحادي ولا سكر ثنائي ولا حمض دهني ها تمام يبقى أنا الشكل اللي قدامي بيمثل سكر أحادي جميل خلي بالك الشكل اللي قدامي ده اللي هو الشكل الحلقي لإن أنا فيه سؤال هيجي عليها بعد كده هيكون الشكل هنا زي سلسلة مفروضة مش الشكل الحلقي ده تمام طيب ينتج عن تأثير الخلية ألف على الخلية به طيب هي مين ألف ومين به ألف هي خلية عصبية تمام وباقي هي خلية عضلية بيقول لي الخلية وخلي بالك هل لاستقل لي من شوية الخلية العضلية بأنواعها الثلاثة فهو بيسأل عن ألف تأثيرها على به به اللي قدامي دي هل انتظام معدل ضربات القلب ولا إن أرفع كوب من على منضدة ولا حركة الطعام داخل القناة الهضمية السؤال ده من الآخر كده بيسأل عن نوع العضل اللي قدامي هي من العضلات الملساة ولا الهيكلية ولا القلبية تمام طيب الشكل اللي قدامي دي دي عضلات إيه هيكلية ممتاز يبقى تأثير ألف على به أو الخلية العصبية على الخلية العضلية هل هينتج عنه انتظام معدل ضربات القلب لا هل رفع كوب عن المنضدة ولا حركة الطعام أكيد بأتكلم عن رفع كوب عن المنضدة سؤال اللي بعده إذا كان سين هو ناتج عملية البناء الضوئي يبقى صاد ده إيه طيب سين اللي انت تعرف إنه هو ناتج معمية البناء الضوئي اللي هو مين ممتاز الجلوكوز طيب سكر أحادي طيب لو حطينا سكر أحادي الجلوكوز مع جلوكوز سين مع سين مدام سين مع سين يعني أنا بتكلم على نفس الجزئ ما تغيرش ناتج صاد صاد ده بقى هو مين لما يكون عندي اتنين جلوكوز مع بعض سكر أحادي ما سكر أحادي بدك سكر سنائي جلوكوز مع جلوكوز هيا يدي ها تمام الملتوز طب بطريقة تانية لو جيت قلت لك سين وصاد سكريات أحدية لما تحط على بعض الدونة عين عين ده مين هل هو سكروز ولا رايبوز ولا فاركتوز طب ما أنا مش عارف هو مين سين ومين صاد هعرف ازاي اسم السكر ها ببساطة إن عين ده سكر إيه سنائي يبقى أنا بدور في الثلاث مسميات اللي تحت اللي قدامي دول مين فيهم سكر سنائي هل السكروز ولا الريبوز ولا الفاركتوز ها جميل جدا يبقى بتكلم عن السكروز ممتاز السؤال اللي بعده عند دراسة حركة في البراميسيوم ده واحد مكان هتدقيق وباستخدام المايكروسكوب الضوئي فإنه يفضل زيادة تباين من خلاله أنا بتفرج على البراميسيوم هو بيتحرك تحت المايكروسكوب وعايزة تحت المايكروسكوب ضوئي وعايزة أشوف الصورة بشكل أوضح هروح أعمليه هل أغير مستوى الإضاءة وقال له أصبغ العينة لتصبح أكثر وضوحا طب أنا عملت الاتنين غيرت مستوى الإضاءة وصبخت العينة هل كده العينة بقت واضحة وأقدر أروح أتفرج على البراميسيوم هو بيتحرك لأي مدى تتفق مع العبارة ولماذا تاني أنا عندي كائن ضقيق بيتحرك وأنا عايزة أتفرج عليه تحت المايكروسكوب وهو بيتحرك عايزة أزود وضوح الصورة التباين وضوح الصورة غيرت مستوى الإضاءة مش ده ميكروسكوب ضوئي تمام طيب الصبغة بتاعت العينة روح تحط عليه صبغة علشان أميز الكائن من الوسط وهو بيتحرك إيه رأيك في الكلام ده هل الكلام ده صحيح ولا لأ ولو قلت صح قل لي صح ليه ولو قلت غلط هتقول لي غلط ليه ها إيه رأيكم يبقى أنا هنا لو أنا عايزة أتفرج على كائن بيتحرك أفتكر كده مع بعض هو أنا لما بحط الصبغة آه العينة هتبقى واضحة وجميلة ومتبينة ولكن من عيوب استخدام الصبغة إيه إنها تقتل العينة وبالتالي هينفع بعد ما العينة ماتت أروح أدرس حاجة حيوية زي الحركة لا صعب يبقى العبارة دي صح آه أن أنت تزود التباين باستخدام الخاصيتين دول لكن مش هتقدر تدرس بها حاجة زي الحركة لأن من عيوب استخدام الصبغة إنها بتقتل العينة وبالتالي مقدرش أدرس حاجة زي الحركة طيب السؤال ده بيقول لي الشكل اللي قدامي ده مين؟ الميتوكوندري واتفقنا أن الطبقة الداخلية منها اللي هي عاملة شكل الأعراف طيب يحتوي الغشاء الداخلي الميتوكوندري على العديد من الطياط اللي سمناها أعراف كما هو موضح كيف تساعد الخاصية دي الميتوكوندري في أداء وظيفة نحن لسه إيليناها من شوية في سؤال طيب هل بتزيد مساحة السطح اللي بتحصل عليه تفاعلات التنفس ولا بتقلل حجم العضية عشان تبقى مناسبة مع السايتو بلازم ولا بتزيد مساحة السطح عشان يحصل تفاعل بناء ضوئي ولا بتقلل نفذية الغشاء عشان تظل المتفاعلات في الداخل طيب هنستبعد باق ونستبعد دال إحنا اتفقنا أن شكل الطياط ده بيبقى لزيادة مساحة السطح فاضل إن أنا أحدد هو التفاعلات هنا اللي هتحصل هل تفاعلات تنفس ولا تفاعلات بناء ضوئي طبعا بما إن أنا بنتكلم عن الميتوكوندري بقى أكيد بنتكلم عن تفاعلات الايه التنفس ممتاز برضو عاد علينا السؤال ده قبل كده ركز كده في الصورة اللي قدامك وتعالى نكتب البيانات واحد ده بيمثل هم؟ تمام غلاف نووي اتنين جوه كل اللي جوه ده مين؟ النواة ممتاز تلاتة النقطة البيضة دي اللي هي الرايبوسومات وبالتالي يبقى ده مين؟ ممتاز الشبكة الإندبلازمية الخشنة وخمسة ده اللي هو معلوهوش ريبوسومات يبقى باتكلم عن الشبكة الإندبلازمية الملساء طيب السؤال بيقول أي العضيات الموضحة أمامك مسؤولة عن تخليق اللي بدايت فيه الخلية طيب يبقى أنا باتكلم عن مين؟ الشبكة الإندبلازمية أني فيهم ممتاز باتكلم عن الملساء سؤال لبعده بيقولي في التجربة اللي قدامك دي أنا هنا باتكلم بقى في هضم وإنزيمات يبقى أنا أفكر في الإنزيم وخوصه العوامل اللي بتأثر عليه؟ كلمنا في الإنزيم إيه العوامل بتأثر عليه؟ تكلمنا كمية الإنزيم والمد الهدف الوسط بقى بنتكلم فيه حمض ولا متعادل ولا قلوي درجة الحرارة لأنه هو الإنزيم كبروتين بيتأثر بالبي اتش لو تفتكروا القس الهايدروجيني ودرجة الحرارة فهو مديني تجربة قدامي أقرأ كل البيانات اللي قدامي على التجربة أول حاجة أيها لدرجة الحرارة سبعة وثلاثين تمام مناسبة هنا عندي ثلاث سوري معدر أربع أنابيب فهو بيسأل مين فيهم اللي يهضم فيه زلال البي طيب الزلال بتاع البيدي بقى أنا بتكلم في إيه؟ في بروتين فهنا بيقولي الزلال مع إنزيم البيبسين بس كده الإنزيم محتاج حاجة نيه؟ تنشطه الزلال مع الإنزيم بتاع البيبسين يشتغل محتاج حاجة لسه محتاج وسط معين ببيئة شمعينة عشان يبقى الإنزيم هنا فعال طيب قال لي اللي بعده يبقى أنا هاستبعد ألف قال لي طيب الزلال بيض مع الحمض طيب هو فين الإنزيم اللي هاشتغل؟ يبقى برضو هاستبعد بقى طيب الزلال مع الحمض مع الإنزيم يبقى كده تمام جداً وهيبتدي يحصل عملية الإيه؟ يبدأ عملية الهضم طيب لو الزلال مع الحمض ولكن الإنزيم كان تم تسخينه عند 75 إيه اللي حصل لما سخنناه عند 75؟ حصل تمسخ للإنزيم وبقى تمام بقى غير صالح الجزء النشط أو اللي هي المنطقة النشطة بتاعته اللي بيحصل على التفاعل المنطقة دي خلاص بوزت ما بقتش صالحة للاستخدامه وبالتالي الإنزيم مش هيشتغل يبقى مش هيحصل هنا عملية هضم يبقى أنا عندي في التجربة بالقدامي أنهي أمبوبة اللي هيبتدي يحصل فيها عملية الهضم الأمبوبة جيمة تمام؟ طب بنفس الوتيرة بقى خلينا نبص على نفس السؤال ولكن بتغيير بسيط ايه التغيير اللي حصل؟ والإجابة هتبقى ألف ولا باء ولا جيم ولا دال نقرأ البيانات الموجودة على الرسمة بالراحة ونشوف ايه الفرق بينها وبين السؤال اللي فات؟ ايه التغيير اللي حصل؟ وبالتالي الإجابة الصحة هتبقى أنهي فيهم ألف ولا باء ولا جيم ولا دال اللي اختلف عندي هنا ان في الاجابات اللي قدامي ظهر عندي مين التريبسين هنا في الجيم بقى التريبسين طب هو التريبسين بيشتغل في وسط حمدي لا ما بيشتغلش في الوسط حمدي بقى هنا الانزيم مش هيشتغل يبقى انا نفس الاجابات اللي فاتت انا هدرجة الحرارة عندي زي ما هي فنفس الاجابات اللي فاتت بس هنا جيم بقت غير صالحة لان التريبسين ما بيشتغلش في الوسط الحمدي في وجود ال هنا خلاص هيبوز الانزيم اللي موجود. طيب تعالي بقى الاخر واحدة هي دي اللي هتبقى نفعة اللي هي الزلال مع اله سي ال وانزيم البيبسين. طيب معلش. مرة كمان نفس السؤال بتغيير بسيط. الاجابة هتكون ايه? تجربة اللي امامك نفس الانبيب نفس كل حاجة انا عايزاك تميز ايه التغيير اللي حصل وبالتالي ايه التغيير في الاجابة? ها. احنا بوريك ان نفس السؤال ممكن بتغيير بسيط يتغير الاجابة تماما او يتغير المفهوم بتاعك عن الاجابة تماما. طيب. ده زي السؤال اللي قبله. ايه اللي تغير? اللي تغير عندي هنا درجة الحرارة. لو بسيت كده وميزت هتلاقي درجة الحرارة هنا ارتفعت لكم? سبعة وثمانين. طيب. هل هنا كده في اي حالة في الاربع نبيب دول الانزيم هينفع اشتغل? الحالة حتى الوحيدة اللي كانت عندي تنفع اللي هي الاجابة كانت دال في السؤال اللي فات اصبحت هنا غير فعالة وبالتالي ما فيش ولا انبوبة هيحصل فيها التفاعل. تمام? طيب. بيقولي هنا بفرض ان هنفترض ان الشكل البياني ده بيقارن بين سمك طبعة الدهون في تلات كائنات. اي الكائنات التالية من مرجح ان تكون لكائن يعيش في بيئة قطبية. هو بيتكلم عن سمك طبعة الدهون. عندي الف وباء وجيم ودال. طيب اللي عنده اكبر سمك. هافترض من هو اللي ايه? اللي هيعيش في بيئة قطبية لانه كان من ضمن الفوايد بتاعة طبعة الدهون وسمك طبعة الدهون تحت الجلد انها كانت بتعمل عزل حراري. تمام? ومسؤولة عن تدفئة الجسم. تمام? جيب انا اكيد بتكلم عن جيم. طيب. السؤال اللي بعده? بص كده على الفيديو اللي قدامي ده. تمام? طيب. السؤال بيقول لي ايه? اللي انت شايفه في الفيديو ده حاجة اسمها البلعمة. بيبلع. فبيقولي الخلايا البلعمية نوع من خلايا الدم البيضاء اللي هتبتلع وتهضم البكتيريا. طيب. بلعت البكتيريا. هو المفروض ايه لا يحصل بعد كده? بعد ما بلعت البكتيريا ودخلت الجسم الغريب جواها. ايه اللي يحصل بعد كده? تمام? يأتي دور اللايسوسومات. طب ليه? اش معنى اللايسوسومات? هم? تبتدي اللايسوسومات تيجي تقرب من الكائنات بقى اللي حصلها بالعمق وتبتدي تفرز عليها? ممتاز الانزيمات الهاضمة. ايه بقى الاحتواء اللايسوسومات على انزيمات هاضمة. جميل جدا. طيب سأل بعده. بيقولي اقترح تفسيرا لمشاهدات التالية. انزيم التالين بالفم يعمل على هضم النشويات جزئية. ولكن يتوقف هضم النشا داخل المعدة رغم اختلاط الطعام بانزيم التالين. طيب الانزيم اللي في الفم ابتدى يختلط بالنشويات وابتدى يهضمها. جيت انت بلعت الاكل. الاكل لما نزل المعدة الانزيم بطل يهضم النشا. وقف. ليه? اللي حصل نفس الانزيم على نفس الاكل. يعني مثلا ولنفرض ان هي لقمة. لقمة عيش. وانا ندختها. فلما مضغنا اللقمة مع الانزيم اللي في الفم ابتدى يكسر ويهضم في لقمة العيش. طيب بلعتها. وقف. وقف ليه? مع ان الانزيم لسه مختلط بالطعام. جميل جدا اختلاف القس الهايدروجيني للوسط في المعدة. طبعا انت عارف ان انت جوه المعدة الوسط بيكون حامضي عشان يناسب عمل اللي هو من واحد ونص ليه اتنين ونص بي اتش اللي هو القس الهايدروجيني. وبالتالي انزيم التالين هنا هتوقف عن العمل. ده مش بس هتوقف عن العمل. ده هيبتدي هو كمان يتكسر زيه زي البروتين. تمام? طيب. السؤال بيقول لي لا يتغير لون عينة عند اضافة صبغة يود اليها. جبت عينة وحطت عليها صبغة صبغة يود اللون ما تغيرش. ده يعرفك ايه? جميل جدا ده يعرفني ان مفيش نشا. مش احنا استخدمنا صبغة اليود للكشف عن النشا? طب انا حطيت صبغة اليود ما تغيرش اللون. يبقى انا هنا باتكلم ان مفيش نشا. طيب. يتوقف معدل سرعة عمل انزيم ما رغم زيادة عدد المادة الهدف. فاكرين كده الرسمة لما كنا بنقول ان كل ما بنزود المادة الهدف بلاقي المعدل بتاع التفاعل عمال بيزيد. لحد مايجي عنده نقطة كده? ولا ايه خلاص? ما بيتغيرش. هي النقطة دي حصل ايه فيها? ليه? معدل التفاعل بطل يتغير. مع ان عمل زود في المادة الهدف. جميل جدا. لان هنا حصل تشبع لكل الانزيم اللي موجود داخل التفاعل. لو انا فرضا عندي عشر انزيمات فانا لما دخلنا مثلا مادة هدف اشتغل. التانية اشتغل. تلاتة اربعة خمسة لحد ما وصلت المادة الهدف اللي داخله? وليه يكون يعني? عشر جزيئات مقابل عشر عشر جزيئات انزيم موجودة. طيب لو انا دخلت مادة هدف تاني ما 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 عنديش انزيم فاضي يشتغل. يبقى حصل تشبع تام للانزيم اللي موجود في الوسط بتاع التفاعل وبالتالي يحصل ثبات. الثبات هنا مش معناه ان المعدل بيقل معناه ان خلاص انا كده جبت اخر الانزيمات اللي موجودة في وسط التفاعل. التفاعل مستمر ولكن على خلاص ده الاقصد. ده امامك ثم اختر ما يدل عليه. الشكل اللي قدامي السلسلة اللي كلها سي اتش تو سي اتش تو اللي قلنا عليها ايه? الهايدروكاربون اللي هي مين? هل هي سكر احادي ولا حمض اميني ولا حمض دهني ولا داتا تتابع دي ايه? ممتاز مدام بتكلم في سلسلة من الهايدروكاربون دي بانا بتكلم عن حمض دهني. طيب. بص الشكل ده. ده اللي كنت تقول لكم علي من شوية. هنا بقى لو لو شفنا الصورة اللي فاتت دي كانت الكاربون هنا. كانت الكاربون هنا انا بتكلم عن ايه? كاربونة معاها هيدروجين. كاربونة معاها هيدروجين. هيدروجين. تمام? لكن لو بصينا في الصورة دي عندي الكاربون معاها اتش او اتش 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 انا بتكلم في ايه هنا? هل ده سكر احادي ولا حمض اميني ولا حمض دهني ولا تتابع دي اي? طيب لو مشينا بنظام الاستبعاد اولا هقول ده مش تتابع دي اي? يبقى انا هاستبعد ان ده تتابع دي اي? تمام? يبقى هنستبعد دي. ولسه قليل من شوية ان الحمض الدهني بلاقي ان الكربون معاها هايدروجين هايدروجين. يبقى برضو هاستبعد دي. طيب هل ده حمض اميني? لا انا عارف ان الحمض الاميني الكربون معاها الهايدروجين والار والسي او او اتش والاي? والامين الان اتش تو. يبقى الاجابة الوحيدة اللي تنفع عندي ده بالسياسة الاستبعاد لو انا مش عارف اللي قدامي ده ايه يبقى ده سكر احادي تمام طيب تعالى كده نتكلم شوفايا عن العلمة النظرية الخلوية العالم اللي اخترع مايكروسكوب بسيط وفحص به نسيج الفلين واطلق مصطلح الخلية لما شاف الفجوات دي وسميها الخلية او ها هل هو روبرت هوك ولا فان ليفن هوك ولا شوان ولا طيب خلينا رجعهم كده مع بعض هما كانوا خمس علماء لما قلنا شوان مش احنا قلنا نحفظهم اتنين اتنين واحد فانا كان عندي شوان طيب اللي عمل مكروسكوب بسيط وفحص به نسيج الفلين وسمى والفجوات اللي شافها انها خلية جاء بعديه ليفن هوك عمل مكروسكوب بقوة التجدير بتاعته اكبر بتوصل لمتين اكس او لمتين مرة وقدر يفحص بيها الكائنات الدقيقة زي اللي موجودة في مية البرك وزي عينة الدم طيب شوان قلنا شوان شوان نبيات حيوان شوان اللي قال ان بناء على الابحاس والتجارة بتاعته ان كل نباتات بتتكون من خلايا اللي هي الخلايا النباتية وشوان اللي قال ان كل حيوانات بتتكون من خلايا حيوانية فجاء بعد كده فيرشو اكد على الكلام ده وقال ان الخلية هي وحدة البناء والوظيفة في الكائن الحي وان اي كائن حي او اي خلية لازم تيجي من خلية قبلها وبناء على ده اتحطت النظرية لايه الخلوية طيب يبقى السؤال اللي قدامي هنا اجابته مين اكيد روبرت هوك طيب اللي اخترع معكروسكوب بسيط اللي قدامي ده واستخدم عدسات وخلى قوة التجبير بتوصل لامتين مرة وهو اول من تمكن من مشاهدة الكائنات المجهرية بقى انا بتكلم عن تمام طيب اللي قال ان النباتات كلها بتتكون من خلايا يبقى تمام ممتاز يبقى واللي قال ان الحيوانات بتكون اجسامها من برضو خلايا يبقى تمام شوان والطبيب الالماني اللي وضح ان الخلايا هي وحدة الوظيفية بجانب كونها الوحدة البنائية للكائن الحي واكد على ان الخلايا الجديدة لازم ولابد تنشأ من خلايا موجودة بالفعل يبقى ده مين تمام يبقى انا بتكلم عن تاني العالم العالم اللي قدر ان هو يفحص آآ يشوف الكائنات الدقيقة في عينة لميارك ده لاول مرة وكانت بقوة تكبير تصل لمية وتمانين يبقى انا بتكلم عن تمام السؤال بيقول لي اي مما يلي لا يمكن رؤيته بمايكروسكوب ضوء اي تصل قوة التكبير فيه الى ربعمية اكس النواة الجدار الخلوي الميتوكندريا مين ما اقدرش اشوفه خلي بالك انا بقول لا يمكن هتستبعد مين فاكرين الصورة بتاعت الخلايا النباتية ما كانش يباين فيها غير مين ومين النواة وطبعا السايتوبلازما اكيد والجدار الخلوي يبقى اللي ما اقدرش اشوفه كان العضيات زي الميتوكندريا طيب قوة التكبير للميكروسكوب الموضح امامي اوه مديني العدسة العينية والشيئية مديني 10 اكس و40 اكس طيب لو عايز احسب قوة التكبير فاكر القانون كان بيقول لي قوة التكبير للعدسة الشيئية مضروفة في قوة التكبير للعدسة العينية يبقى ببساطة لو انا قلت 40 ضرب 10 يدينا في الظبط يدينا 400 طيب قام زميلك باستخدام عدسات الموضح جاب عدسة 20 اكس وعدسة 80 اكس وقال هيستخدم العدسات دي للفصول على صورة اوضح تمام الى اي مدى تتطفق مع اختيار ولماذا هل هو احسن الاختيار هو هدف ايه هو عايز يوصل لصورة اوضح هل تتطفق معاه في الاختيار ده لو اه هنقول اه لي ولو لا اه هنقول لا اه لي زي ما اتفقنا قبل كده لما يكون السؤال فيه جزئيتين خصونا انت امتحانك فيه كتابة مدام السؤال جزئيتين يبقى وردو انت بتجاوب هتجاوب على جزئيتين تمام كل جزئية على حدة طيب هل تتطفق مع العبارة لا اتطفق طب ليه تمام طيب السؤال هنا كان هرجع لنفس السؤال تاني هو بيقول لي ان ليه يا زميل استخدم العدسات الموضحة اللي قلنا 2080x علشان يحصل على صورة اوضحة فبقول الى اي مدى تتطفق مع الاختيار ده فقلت ان لا اتطفق طيب ليه لان لو حسبنا قوة التجبير 2080 هيطلع 1600 وبالتالي الصورة هتكون غير واضحة ان احنا قلنا ان المايكروسكوب الضوئي قوة التجبير بتاعته اقصاها 1500 صح؟ وبالتالي لو الصورة وصلت اصلا للرقم ده او لرقم زي اللي قدامي 1600 معناها ان حصل هنا ايه؟ ان الصورة هتكون غير واضحة وهيبقى فيها تشوه يبقى انا لا اتطفق مع الاختيار ده لان كده مش هحصل على صورة اوضحة بالعكس هتكون صورة غير واضحة طيب ما نقترح عليه بديل ايه البدائل بقى لو انا عايز اخد او احصل على صور واضحة في المايكروسكوب الضوئي عايز الصورة تبقى احسن واوضح ايه اللي ممكن اعمله؟ جميل جدا اول حاجة ان انا اغير مستوى الاضاءة لانه هو في مايكروسكوب ضوئي بيعتمد على كمية الاضاءة طيب تاني حاجة ان لو عندي العينة كبيرة ابتدي اقطعها الى شرائح رقيقة طب ليه؟ علشان تسمح بمرور الضوء خلالها وبالتالي الرؤية تكون اوضحة اخر حاجة واللي قلنا ان هي ما كانتش مستحبة ان انا اقدر استخدم الاصباغ طب ليه مش مستحبة ما هتخلي العينة ملونة وجميلة ان لو انا بدرس كائن حي زي ما قلنا حركة او عمليات حيوية بيقوم بيها الكائن الحي الصبغة هنا هتبقى صورة واضحة ولكن الكائن ده هيموت تمام؟ يبقى هي ليها زي ما بنقول كده سلاح زوحة الدين اه هتدينا الكونترست او اللي هو التباين وهتبقى الصورة اوضح ولكن هتتسبب في ان العينة هت ايه؟ هتموت طيب اتمنى ان هي كانت مراجعة خفيفة اه نتقابل ان شاء الله الخميس الجاي نكمل مراجعة مع بعض وكده احنا وصلنا لنهاية حلقتنا كنت معاكو السازة ايناس واسازة سوها اه وشكرهم جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته